تواصل أجهزة الدولة جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ التامونية المنتشرة بمختلف المحافظات يأتي هذا تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم جهود متواصلة تقوم بها أجهزة الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ التامونية المنتشرة بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم نحن نطرح هنا اللحوم السوداني الطازة ب95 جنيه اللحوم المجمدة البرازيلي ب80 جنيه اللحوم الهندي المجمدة أيضا ب55 جنيه معارض أهلا رمضان الحمد لله مبارح شرفنا دولة رئيس مجلس الوزراء في محافظة الجيزة في معارض فيصل عندنا حوالي 8000 منفذ على مستوى الجمهورية خاصة بمعارض أهلا رمضان بنستعد أيضا لصرف التموين إن شاء الله اعتبارا من بكرة 1 أربعة لكل المواطنين محافظة الجيزة تضم 6 معارض أهلا رمضان ونحو 70 سيارة متنقلة لمنفذ وطنية أما عن وزارة التموين فقد وفرت 300 سيارة متنقلة بسلع غذائية وأسعار تنافس مثيلاتها تم ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة وإن شاء الله هتسمر طوال إن شاء الله ومضان وفي اتفاق إنها هتسمر طول السنة أسعار مخفضة لإنه الأهم من الرقابة الإتاحة 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 زي موزين التموين أسعار إحنا الأسعار ما اختلفتش عندنا إحنا عندنا رغيب بشيلن على بتاعة التموين ما فيش مناش دعوه بيه الأسعار الغالية من مناش دعوه بيه آه عندنا وزن رغيب معروف ورقابة عليه وبشيلن المواطن اللي هو مع البتاعة التموينية النهاردة فيه دمج ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعني شايفين منافذ المتنقلة بتاعة وزارة التموين وعرضة بأسعار مخفضة جداً سكر وشاي ورز وزيت زيت بيوصل ل 22 جنيه والسكر ل 10 جنيه والعديد من الأسعار الثانية المخفضة مكرنة بمثلاتها في الأسواء كميات متاحة لأي حد كميات اللي هم عايزينها بياخدوها أجبال جماهير كويس جداً أوفر عن بره بكتير قوي كميات برضو اللي احنا بنوازل من وزارة التموين بتيجي بالنسبة للسلع برضو كلها موجودة ما فيش أي مشاكل 30 ألف منفذ لبيع الخبز المتوفر بكافة محافظات الجمهورية وتفتح المنافذ أبوابها للمستهلك بمواعدة تتناسب مع الشهر الفضيل فأولاً وأخيراً تسعى الدولة لتوفير كافة احتياجات المصريين أينما كانوا وبأسعار مناسبة